اشتركوا في القناة من خلال توجيه ضربة الى حزب الله تضمن اضعافه عسكريا وتمنع تكرار سيناريو عملية طوفان الاقصى من الحدود مع لبنان كلها اسباب تدفع اسرائيل الى شن حرب محدودة او شاملة ضد حزب الله لكن الانهاك وتآكل المعنويات اللذان تمكن من جيش الاحتلال وضعف جاهزيته للقتال جراء حربه الطويلة في قطاع غزة وما يتطلبه شن حرب برية في لبنان من استدعاء قوات الاحثيات المستنزفة وتعريض الاقتصاد لمزيد من الخسائر اضافة الى تلك التي لحقت به في الاشهر التسعة الماضية كلها عوامل تجعل الجيش الاسرائيلي يرغب في عدم التورط في حرب شاملة مع حزب الله ما دامت الحرب على قطاع غزة مستمرة ويفضل قادة المؤسسة العسكرية بوضوح الحصول على تهدئة تستمر عامين على الاقل حتى يتمكن الجيش من استعادة قدراته واستعداداته لشن حرب كبيرة ضد حزب الله قد تتطور الى حرب اقليمية نيتنياهو وقادة المؤسسة العسكرية والامنية الاسرائيلية امام خيارات صعبة بشأن الوضع على الحدود مع لبنان فمن ناحية يصعب عليهم التعايش مع التهديد الذي يمثله الحزب ومن ناحية اخرى يدركون حجم الخسائر الجسيمة التي قد تلحق بالعمق الاسرائيلي وبنيته التحتية الى جانب الخسائر البشرية في صفوف الجيش والمدنيين في حال شن الجيش هجوما بريا على لبنان التقديرات الاسرائيلية تشير الى ان التوصل الى صفقة بين دولة الاحتلال وحركة حماس قد تقود الى وقف لاطلاق النار على الجبهة اللبنانية ولكن ليس الى تسوية مع حزب الله صحيفة يدعو تحرنوت نقلت عن مسؤولين امنيين وسياسيين اسرائيليين ان حزب الله لن يوافق على مقترح المبعوث الامريكي عموس هوكشتاين الذي يطرح بالاساس نزع سلاح المنطقة الجنوبية من لبنان بما فيها قوة الردوان وكذلك الاسلحة الثقيلة من صواريخ ومنصات اطلاق الى ابعد من عشرة كيلو مترات عن الحدود وترفض تل ابيب اعادة بناء المنظومة النارية الهجومية لحزب الله التي هاجمها جيش الاحتلال في نقاط قريبة من الحدود كما ترفض عودة الحزب الى تلك النقاط وفي المقابل تقبل اسرائيل بتعديل الحدود على طولها وفي ظل معارضة امريكية ووضع داخلي اسرائيلي منقسم يرجح ان تحاول اسرائيل استنفاد محاولات ايجاد حل سياسي لابعاد حزب الله عن الحدود قبل اللجوء الى الخيار العسكري وثم تعتقاد لدى قيادة المؤسسة العسكرية والامنية الاسرائيلية انه اذا جرى التوصل الى عقد صفقة لتبادل الاسرة تشمل وقفا مستداما لاطلاق النار في غزة فان اطلاق النار سيتوقف تلقائيا في الشمال وقد تنشأ فرصة لتخيير حزب الله بين الحرب والهدنة المستدامة